اشتركوا في القناة وزمان وانا صغيرت من انت بالعب كرة مجدية كان عندي فرصة ان انا قلع في الاهلي لولا شوية في الحاجات كدا حصلت خلت الموضوع عبوز و البلايستيشن البلايستيشن دي في البيت بقى يعني في اي وقت فراغ في البيت شعين حاجة نعملها بكسة بصحابه في البلايستيشن تببصت على الصورة بالعب على السكرين كدا ديتلك احساس بايه بحدي بعيدة وخايف حدي يشوفوه يعني ده حد وضح منه حمائي مرة بالاحساس قبل كدا اه اكيد انت فوقات كتير يعني ما الواحد بيفقد حد عزيز عليه في يحصل له كدا لما الواحد بتحصل له مشكلة ومش قادر يلقيلها حل ممكن بتكون الدموع مخرج شوية للازمة اعتقد ان فيش حد في الدنيا بيحب ان حد يشوف دموع الا الا او امي بقى ابوية ممكن اه لكن لانها بتبقى لحظة ضعف قوية بدا ضحظة في البوكة فما اعتقد ان في حد بيحب يعني راجل ده عمل حاجة صحيحة مش مفروض حد يشوف انت حمائي بكة ومحد الشكل وميه اه كتير يا ازماتك كتير قوي مع نفسك لا يعني ما بخنقش نفسي يعني يعني لما بحس ان انا عيدة بكي ببكي مش اه مش مكبرها قوي يعني يعني مش وخصوصا اني ببقى لوحدي فاني محق يعني يعني عايب 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 طيب حل ما حلمتو وانت نايم وبتنسعه لا معنجيش اه عنديش احلام علامة في حياتي لا كلها بتبقى حاجات الملخبطة دي يعني ببقى اش فهمها قوي برض اصحى ببقى بفتكر حاجات عودة حكي انه ايه ده الحلم ده كان عام كده طيب حلم بتحلمه بقى وانت صحي ونفسك يتحقق اه على المستوى العملي والفني يعني بتمنى اني حلم كحلم بتبقى حلم انها بقى حسناحة في الدنيا بشوف انه اي حق اي فنان كمان حقه يحلم الحلم انه يكون احسن واحد على الاطلاق بس ما هل ده هيتحقق ولا لا تي حاجة بقى اتعقى في ربنا هل تاخد؟ خراب اه ملعب؟ فيش حاجة هتحصل؟ لا يبقى اكيد مدايقتينيش طبعا بجد بشكرك وكانت حلق ابو انتعا انا كان بشكرك بجد مبسوط جدا ان كنت معتك اشتركوا في القناة المرات صاحباثم ترس بي اضلاح ترس بي اجرب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة